الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم طبتم وطاب لقاءكم وتبوأتم من الفردوس الأعلى منزلا بإذن الله عز وجل لقاء هذا اليوم عن تفسير رؤية الفراخ أو الدجاج في المنام للإمام العلم محمد بن سرين رحمه الله تعالى رحمة واسعة وأبل أي حاجة ما تنسناش بلايك وشير والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس تشجيعا لنا على الاستمرار وجزاكم الله خيرا تفسير حلم الفراخ أو الدجاج في المنام وماذا يعني أكل سدر أو ورك الفرخة وما هي التأويلات الشائعة لرؤية الدجاج في المنام مثلما زكر الإمام بن سرين والنبلسي وباقي كبار علماء التفسير وعلى ماذا تدل ألوانه وتفسير أكل وشراء الدجاج بالتفصيل تابعونا الفراخ من الطيور التي لا تستطيع الطيران لثقل حجمها وعدم وجود أجنحة طويلة لديها وتعتبر الفراخ من المصادر الأساسية للبروتينات التي يحصل عليها الشخص وهي من اللحوم الشهية التي يفضلها الكثير ويتم تناولها مشوية أو مسلوقة أو مكلية أو بأشكال مختلفة ما قاله ابن سرين والنبلسي بخصوص تفسيرات الفراخ في المنام يتخلص في الآتي الفراخ في المنام تدل على المرأة أم الأولاد أو المرأة التي تربي يتامى أو المرأة القوية المسيطرة كما تدل الفراخ على الزواج للأعزب وتدل على منفعه وخير سوف يحصل عليه الرأي من قريب أو صديق له من رأى في المنام أنه يأكل لحم فراخ فهذا يدل على البركة والرزق والحياة السعيدة التي سوف يقبل عليها الرأي وربما ورس مال كثير سوف يصيب الرأي والله تعالى أعلم من رأى في المنام فراخ مشوية أو مقلية فهذا يدل على حصول الرأي على مبتغاه ولكن بعد تعب ومشقه فإن كان تاجر كسب الحلال بعد مشقه وإن كان طالب نال النجاح بعد تعب وصهر من رأى في المنام فراخ مشوية أو مقلية فهذا يدل على حصول الرأي على مبتغاه ولكن بعد تعب ومشقه فإن كان تاجر كسب الحلال بعد مشقه وإن كان طالب نال النجاح بعد تعب وصهر من رأى في المنام أنه يأكل سدر الفراخ فهذا يدل على الصفر الرأي قريبا أو دخوله في مشروع أو قيمه بعمل مهم في الفترة القادمة في حياته من رأى في المنام أنه يأكل وركة الفرخة فهذا يدل على الزوجة الطيبة الصالحة للأعزب وحسن معاشرة الزوجة للمتزوج من كان عازبا ورأى في المنام أنه يزبح دجاجة فهذا يدل على أنه سوف يتزوج قريبا بإذن الله تعالى من رأى في المنام أنه يصطاد دجاجة ويزبحها فهذا يدل على أن الرأي سوف يرزقه الله من حيث لا يحتسب ويحصل على مبتغى وأهدافه من رأى في المنام ريش دجاجة فهذا يدل على المال الحلال الذي سيحصل عليه الرأي ومن تراء في المنام دجاجة فهذا يدل على أن المرأة نشيطة وحيوية وتحب العمل والارتقاء في العمل وتحب تحقيق التموح من كان مريضا ورأى في المنام دجاجة دلت الرؤية على الشفاء العاجل للرأي من رأى في المنام دجاجة تدخل عليه فهذا يدل على الفرج وزوال الهم والحزن وسماع الأخبار السره بفضل الله تعالى من رأى في المنام أنه يصطاد دجاجة ويزبحها فهذا يدل على أن الرأي سوف يرزقه الله من حيث لا يحتسب ويحصل على مبتغى وأهدافه من رأى في المنام دجاجة ترقد فهذا يدل على ومن رأى في المنام أن بيته مليء بالدجاج فهذا يدل على الفرح والسرور الذي سوف يدخل قلب الرأي نتيجة لتأسيس حياة جديدة مع شريكة حياته أو لنجاح مشروع كبير أو الأخبار سر يتمنىها دائما وطال انتظارها وربما تولى منصبا أو نال مراس كبير يغير حياته من رأى في المنام أنه يطار الدجاجة فهذا يدل على أن الرأي يسعى للحصول على أمنياته فإن أمسك بها حصل على ما يريد وإن هربت فشل هدفه من رأى في المنام دجاجة لونها أبيض سمينة فهذا يدل على الحظ السعيد الذي سيرفق الرأي أو الرأية في حياتهم ويدل على امرأة غنية سوف يتزوج منها وزاد خلق والدين من رأى في المنام أن بيض دجاج من رأى في المنام أن بيض دجاج فسوف يحصل على رزق ومال بقدر ما وجد من بيض في منامه يعني اللي يشوف بيض في المنام يبربونه يرزقه رزق بقدر ما رأى من البيض في منامه الدجاجة المطبوخ في المنام دليل على سداد الدين وتغيير الأحوال للأفضل وغنى للفقير وحرية للمسجون وشفاء للمريض واعتدال أمور الرأي أو الرأية والله أعلم أما ما قيل في موضوع شير رؤية الججاج في المنام فهو يتخلص في الآتي من رأى في المنام أنه يأكل رأس دجاجة فهذا يدل على أن الرأي سوف يفقد صديق صديق مقرب له أو أمه أو أخته أو زوجته لأن أكل رأس الدجاج دليل على وفاة امرأة قريبة وعزيزة على قلب الرأي أو الرأية يعني أكل رأس الفراخ مش حيلا من رأى في المنام أنه يسلخ دجاجة وكان متزوج فهذا يدل على مرض الزوجة في الواقع من يرى دجاجة وحولها كتكيد دل على الخسارة والضياع من رأى في المنام أنه يأكل فراخ نيئة نيئة يعني ما استوى تشلس فهذا يدل على أن الرأي سوف يغتاب شخص أو أقرباء ذات منصب أو أنه يتحدث بالباطل عن رئيس أو محافظ أو أشراف البلد يعني اللي يشوف إيه اللي هو بيأكل الفراخ نيئة يغتاب أحد كبير محافظ وزير رئيس بلد أشراف البلد الأغنياء يعني كمان هي دي المعنى يعني يخلي باله من رأى في المنام أنه يأكل رجل الدجاج فهذا يدل على قيام بعض بعمل سوء وسيذهب إلى مكان سوء وقبيح يرتكب فيه الفواحش يعني اللي يشوف له بيأكل رجل فراخه يبقى يروح مكان مشي كويس يعمل فيه الفواحش والمنكرات فليحذر من رؤيته وليهتدي إلى طريق الصواب من رأى في منامها الدجاجة لونها أسود وكانت نحيفة دلة الرؤية على أنها لا تنجب ودلت للرجل أن زوجته لا تنجب من رأى في المنام فضلات دجاجة فهذا يدل على أن الرأي على أن الرأي تمهي الأولادها ولا تهتم بهم فلتنتبه في يقزتها يعني اللي تشوف فضلات الدجاجة يبقى هي مهملة في تربية أولادها يعني وسيبهم مش نضافوا كده يتخلي بالها من سمع في المنام صوت دجاج فهذا فأل غير محمود ويدل على الأخبار السيئة التي سوف يسمعها الرأي الفراخ الغير مطهي دليل على النام الزواج الفشل وقطيعة صيلة الأرحام والخدعة يعني مش حلوة من رأى في المنام أنه يشتري فراخ في المنام فهذا يدل على الخير وحسن الحظ الذي سوف تحصل عليه الرائية ومن رأى أنه يشتري فرخة سمينة فهذا يدل على أن الرأي سوف يتزوج امرأة غنية من عائلة سرية يا رب رزقنا من فضلك الوازع ومن رأى في المنام أنه يشتري ومن رأى في المنام أنه يشتري دجاجة بيضاء وسمينة دلت الرؤية على زواجه من امرأة غنية ومن رأى في المنام أنه يشتري دجاجة نحيفة أو سوداء دلت الرؤية على زواجه من امرأة لا تنجب وفقيرة وربما جرية وربما زواج مصلحة ومتعة أما عن بيع الفراخ في المنام فهو دليل على إمهال الأولاد بالنسبة للرأية المتزوجة ومن رأى أنه يبيع فرخ فهذا يدل على تفريطه في ماله هو وأولاده أو عرضه وبيع الدجاج فئل غير محمود والدجاج الأسود والنحيف شر متنسوا نشبه يا إخواننا بلايك وشيروا الاشتراك في القناة وجزاكم الله خيرا ونفع الله بكم حيثما كنتم وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ترجمة نانسي قنقر